الشوق يذكر يعني لأن في أحد اللي مش عايزة أقول مين هو يعني قال لك هو الأهل إذا علينا إيه ده بتشارك في بطولة ودية فأنا بصراحة أعد بأول ما سمعت كده والله بجد أعدت أتحك دي حك بطولة ودية إيه دي بطولة كاس عالم أندية معتمدة من الفيفا لما تيجي كده تفتح بروفايل مصر في الاتحاد الدولي لكرة القدم هتلاقي إنجازات تلت إنجازات بس مسجلين بإسمه مصر تلت إنجازات اللي هم إيه برونزية كاس العامل للشباب 2001 وبرونزية الأهلي في 2006 في كاس العالم للأندية وبرونزية الأهلي في 2021 في كاس العالم للأندية فده معناه إيه إن هي بطولة ودية ولو هي بطولة ودية الكل بيحلم يروح لها ليه فسيب اللي يقول يقول هي بطولة رسمية وده بيبقى يعني يعني الواحد بيبقى نفسه يروح البطولة اللي زي دي فغصبا عنه بيحاول يقلل منكمتها يعني فما فيش مشكلة في كل أحوال إن شاء الله بإذن الله يكون في حلول وإن شاء الله بإذن الله الكل يستفاد أكبر استفادة ممكنة لكن لأن في الأول وفي الآخر إحنا يهمنا اسمه مصر من خلال المنتخب ومن خلال ممثل مصر وأفريقيا هو النادي الأهلي في كاس العالم للأندية ده الملف اللي حابنا نبتدي فيه مع حضراتكم وكل التفاصيل وآخر الأخبار في الجزئية دي تحديدا خلينا نتركب ونشوف هنروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقة استنوا شكرا شكرا